الأصدقاء السوء والأصدقاء الصالحين في الحياة معهم لابد يكونوا أصدقاء ولابد يكونوا شركاء لا نستطيع أن نحيا في هذه الحياة دون شركاء ودون أصدقاء تعلميه أنه لازم يترك شيء للإنسانية وهو صغير زي ما كانت أم سيدنا الإمام أحمد بن حنبل بتاخده قبل صلاة الفجر عشان تروح توصله للمسجد علشان يصلي الفجر بتاخده على العلماء عشان يعلموه وزي ما أم سيدنا صلاح الدين الأيوبي لا مش صلاح الدين محمد الفاتح كان بتشيره توريله أسوار قسطنطينية بتقوله في يوم الأيام أنت هتفتحها هيسيب إيه للتاريخ محمد الفاتح وحيسيب إيه للتاريخ مين بيسيب للتاريخ إما محمد بن حنبل والإمام أبو حنيفو النعمان وكلها أولانا علماء كأن لهم أم علمتهم كيف يصنعون الإنسانية الإنسانية ويخدمونها البشرية من أجل الإنسانية ده دور الأم اللي إحنا عايزينه واللي بيغيب عننا دلوقتي اللي أم هاد دلوقتي فرحانين أنا ابني دخل في جي سي سي وقاب أربعة نجوم وخمسة نجوم وستة نجوم وكذا وكذا مش ده ده كويس لكن في حاجات أكتر وأكتر 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 علشان تصيغي عقل الأمة في هذه المرحلة الصعبة أنا أتكلمنا عن سبعة أكتبر وأتكلمنا عن 11 سبتمبر وأتكلمنا في الأول عن المجتمع شكله إيه شكله إيه حالين المجتمع بيتغير بتغير بالثانية وباللحظة في كل اتجاهات إلى الأسوأ أنا أعز بالله إلى الأسوأ بالله لأنه إحنا مكننا الروايبات التفة من منصات القرارات ومنصات الأعلامية فلذلك الأم أرجع لخص دورها في الآخر في الوقت الصعب ده كله وده جالي أنا لما شفت النساء عاديهم في اللقاء الأسبوع الماضي تعلمي ابنك من هو وإلى من ينتمي وما هي هويته ما هو دوره في الحياة ما هو هدفه لابد أن يكون له هدف في الحياة ما هو حلمه لا عايز حققه ما هو تاريخه وثقافته وقيمه وعاخدته ودينه وعاداته وأخلاقه سواء كان شاب أو شابة ما هو دينه من الدين وإيه قمت الدين نحن فيه ده نحن الدين بس هنقعد نحفظ النصوص الدينية فقط ولا هنطبأ النصوص الدينية دي في المجتمعات نعملها مشاريع تحاول تغير وتنقذ البشرية لا تعلميه كل رسالة ينشرها تعلميه كله في الرسالة دي منهك في حياته محدش يعيش إماعة كده يعمل أي شيء ويقول أي شيء ويروح في أي شيء تعلميه يكتشف قدراته اللي مش عارفها وشركائه وأصدقائه وماذا يريد أن يترك الإنسان المسألة صعبة جداً لكن الحل الوحيد اللي معانا دلوقتي هو بين يدي الأم الأم هي القادرة على صناعة كل هذا الأم هي القادرة على أن نتخطى كل هذه العقبات إلى أن نخرج منها إلى مجتمعات أقل تفككاً وتشرزماً إحنا عايشين في مجتمعات مش عارفين إيه مقدراتها أعداء هذه المجتمعات وعداء الإنسانيهم فقط اللي عارفين المقدرات دي لذلك يأتون ليحتلوا البلاد ويسلبوا هذه المقدرات ويقتلوا الناس يأتهى الأم الفاضلة إن 7 أكتوبر و11 ستمبر هما القاعدتان التي نبيما أنت قادرة على صناعة صياغة مستقبل الأجيال صناعة صياغة مستقبل الأجيال في كل المجالات في كافة المجالات لذلك ندأي الآن لجميع من يراني وأسمعني أن نجعل الزواج سهل ونعلم أن الرزق الزوجة ورزق الأطفال مكفول من الخالق سبحانه وتعالى وأنا متفائل جداً بأن الأمهات اللي أنا عرفهم اللي ما عرفهمش سيكون لهم دور أقوى وأقوى وأقوى في هذه المرحلة والمراحل القادمة أشكركم جزيلاً شكر وكذلكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته